بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطالب والطالبات اهلا بكم في محاضرة جديدة موضوعنا النهاردة عن مستحضرات الانسياب المحكوم او سي ار بي للكنترول زي ما هو باين من الاسم الانجلش او الارابيك كده اسمها او مستحضرات الانسياب المحكوم يعني دي صورة من صور مستحضرات المبيدات اللي من خلالها بنستطيع نتحكم في معدل انسياب المادة الفعالة من المستحضر بتاعي وعن يعرف التكنولوجيا دي عبارة عن ايه وايه اهم الفوائد بتاعتها حالا دلوقتي بقول ان الكنترول ده ترند مش جديد قوي لكنه من الترندات الحديثة في مجال مستحضرات المبيدات مش بس مستحضرات المبيدات في الحقيقة الترند ده او الاتجاه ده موجود في اكتر من حاجة على سبيل المثال زي موجودة عندي هنا كده حاجة اسمها الماكرو انكابسوليشن تكنولوجي او تكنولوجيا الكابسولات الدقيقة او ساعد بنترجم كلمة كابسولة الى حويصلة باللغة العربية فيسموها تكنولوجيا او تقنيات الحويصلات الدقيقة زي ما انا شايف في السلايد اللي قدامي بيقولي هنا ان تكنولوجيا الكابسولات الدقيقة او الحويصلات الدقيقة دي تكنولوجيا بتستخدم في مجالات كتيرة جدا جدا من اهمها الـ medicine على سبيل المثال في مجال الطب في مجال الطب البيطري في مجال الـ household والـ personal care في مجال الحاجات المنزلية والحاجات الشخصية في مجال الـ biotechnology في مجال الفارماسيتيكال اللي هي الصناعات الدوائية في مجال الـ chemical industrial اللي هي الكيميا الصناعية في مجال الزراعة في مجال الـ waste في مجال التكستايل اللي هو النسيق في مجال الفتوغرفي التصوير في مجال الجرافيكس والبرينتينج في مجال الطباعة يعني في مجال الكترونيكس الكترونيات في مجال الفيد الفيد اللي هي العلف بتاع الماشية وكمان في مجال الفود اللي هو الأغزاء إذن هذه التكنولوجيا أو ما يسمى بتقنية الحواصلات الدقيقة مش بس موجودة في مستحضرات المبادات لكن موجودة في العديد من الصناعات زي ما ذكرنا لحضراتكم من أول الميديسين كده واحنا ماشيين بغاية من تاني هنا عندي بالفيد اللي هي العلف بتاع الحيوان والفود اللي هو الغزاء بتاع الإنسان لو عاوز مزيد من المعلومات عن الموضوع ده أنا هاتط لك هنا الموقع ده تقدر تبص على الموقع ده وتاخد معلومات إضافية عن الموضوع لو حبنا نرجع لموضوعنا الأصل اللي هو مستحضرات لانسياب المحكوم أو CRPA بنقول هنا قبل ما نتكلم في تفاصيل هذا الموضوع لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا السؤال هو يا ترى لو عاوز أقول إن في عندي مستحضر مثالي أو ideal formulation أو مستحضر جيد تفتكروا إيه أهم خاصيتين لازم أن تتوافر في هذا المستحضر أكيد لو فكرنا مع بعض شوية هتكون إيجابيتنا هي الأفا إن المستحضر ده لابد أن يكون فعال ضد الأفا أو بمعنى آخر بيتيح المبيد في صورة فعالة ضد الأفا يعني effective against the best وفي نفس الوقت يكون safe أو آمن لـ environment أو البيئة بتاعتنا وإحنا تكلمنا قبل كده يعني إيه بيئة؟ وقلنا البيئة دي بتشمل ثلاث مكونات أساسية هي الكائنات الحية أو living organisms والصائل اللي هي التربة والهوى اللي هو الـ air والمية اللي هي الـ water أو معنى آخر فيه تأسيم تاني قدر أسم البيئة إلى مكونين أساسيين المكون الأول هو المكونات الحية اللي هي living organisms اللي بتشمل النباتات الـ plants والحيوانات الـ animals والـ macro organisms أو الكائنات الدقيقة والقسم الثاني اللي هو non-living organisms أو non-living components اللي هي المكونات غير الحية ودي بتشمل الثلاث حاجات اللي قلناهم الصائل اللي هي التربة والـ water اللي هو المية والهوى اللي هو الـ air بتاعك إذن لما بقول كده من أهم صفاتين لازم أن يكون موجودين في المستحضر الجيد أو المستحضر المثالي للمبيد بتاعي أن يكون effective against the pass أو الغافات وفي نفس الوقت يكون safe أو آمن ضد البيئة بتاعك أو آمن على البيئة بتاعك طيب زي نقدر نجمع بين المعادلتين أو نحق المعادلة الصعبة دي نعاوز المبيد فعال يعني عاوز كمية من المبيد تصل للـ F في نفس الوقت هذه الكمية عاوزها تبقى فعالة لكن ما تلوث البيئة زي أجمع بين الصفاتين دول في الحقيقة المستحضر ده أو النوع ده من المستحضر اللي هو مستحضرات لانسياة المحكوم أو CRP بيجمع لي بين الصفاتين دول لو بسيت كده على المستحضرات ديت اللي هي CRP فقلنا بكل بساطة لو حبيت أعرفها حول هي عبارة عن مستحضرات يمكن التحكم في معدل انطلاق المبيد منها يعني المبيد بينطلق بحصل الورليس من هذه المستحضرات بمعدل معين لو قدرت اتحكم في هذا المعدل بحيث ان انا خلي المبيد يطلع في الوقت اللي انا محتاجه عشان يكافح القافة وفي نفس الوقت ما يلوثي البيئة وما يعملش تراكم في البيئة يبقى انا كده قدرت اعمل ما يسمى BCRP عشان قدر اعمل الكلام ده لازم اصمم المستحضر بتاعي بصورة تكنولوجية تسمحني بالكلام ده لو جيت ابص هنا كده اقول يا ترى ده عايز حبنا الموضوع مهم جدا وهو يا ترى لو حبيت اقارن بين المستحضرات التقليدية اللي هي مش CRP والمستحضرات CRP ففي عندي المستين اللي انا قلت لحضراتكم عليهم من شوان طيب المستحضرات التقليدية حلاقي ان معدل اختفاء من البيئة هو عبارة عن الدلتا ماس او التغير في الكمية بتاعة المبيد بالنسبة للزمن يعني دلتا M على الدلتا T اللي هو بيساوي ماينس KR بالنسبة للأم باللاحظ هنا في عندي هنا ثابت قهوات موجود لكنه مرتوط بيئة الموجودة عندي هنا دي نقطة مهمة يبقى المستحضرات التقليدية معدل لاختفاء من البيئة محكوم بايه؟ محكوم بهذا المعدل اللي موجود معايا في المعدلة الموجودة دي طبعا اقدر اجيب اللغارات بتاع المعدلة بالشكل ده زي ما نشاهد لو انا جيت اخش في مستحضرات CRP او الانسياب المحكوم بيقول لي هنا بيقول لي ان الدلتا M على الدلتا T بيساوي 0 بمعنى ايه ترى؟ بمعنى ان هذا الشكل من المستحضرات بيخرج المبيد او بيسمح بخروج او انطلاق المبيد منه بصورة معينة بحيث لما بتنتهي الكمية اللي هي خرجت الى البيئة تبتدى تطلع بعدها كمية جديدة وهكذا وبالتالي على ان المعدل دلتا M بالنسبة على الدلتا T هيطلق معدل الكمية هنا على معدل او سوري التغير في الكمية على التغير في الوقت بيساوي 0 على عكس هناك كان عندي فينا ايه؟ كان في عندي K اللي هو ماينس K اللي هو الكونستنت او السابت عندي هنا مضروب في الايه؟ مضروب في الام ففيه دايما فيه كمية موجودة ملوسة البيئة وانا مش محتاجها في الحقيقة لكن هنا ده بيساوي 0 عندي زي ما قلت لحضرتك طيب عشان نفهم الكلام ده شوية لازم نسأل نفسنا سؤال زي ما قلنا من شوي انا ليه محتاج استخدم مستحضرات الانسياب المحكوم؟ زي ما قلت لحضرتك لان انا الهدف الاساسي من استخدام المبيدات او مستحضرات المبيدات بصفة عامة ان انا اقوم بعملية البيست كنترول او مكافحة الافا او السيطرة عليها او ادارتها بصورة فيها كفاءة عالية وفي نفس الوقت ملوس البيئة وبالتالي انا كده اعديني امبروفمينت او تحسين في عملية البيست كنترول وفي نفس الوقت اعديني برضو امبروفمينت او تحسين في عملية الحفاظ على البيئة وده كمان هيوفر معايا مادة فعالة وعيوفر معايا عمالة وعيوفر معايا كوس وعيفر معايا حاجات كثيرة جدا زي ما هناك العديد من المميزات لاستخدام مستحضرات السي ار بي طيب تعالي نخش بقى كده ما هي التكنولوجيا أو التقنيات اللي أنا بس أخدمها عشان أصمم CRP أو هذا النوع من المستحضر بيقول لي أول تكنولوجيا بنسميها الإدماج المبيد أو اللي بنسميه هنا الانكلوجين بيقول لي ده تقدر تعمله بطريقتين يأما تعمله بحاجة اسمه المونوليثيك أو البناء الموحد أو تعمله بالمستوضر في حالة المونوليثيك هنا الدامج بين المبيد وبين المادة الحملة اللي بتكون المستحضر بعد كده بتكون بيكونوا شبه متجنسين عشان كان يسميه بناء موحد أو مونوليثيك في حالة المستوضع بيبقى المادة الحملة اللي أنا بحمل عليها المبيد بتاعي بتبقى عبارة عن مستوضع أو ريزروفور للمادة المبيد مش مختلطين مع بعض في صورة كيان واحد أو بناء موحد زي حالة المونوليثيك زي ما قلنا لحضراتك يبقى أول صورة عندي كانت هي ادماج ادماج ايه؟ ادماج المبيد مع المادة الحملة اللي موجودة عندي حاجة التانية هنا نقدر أخذ المادة الفعالة واعمل لها بلمرة بوليمريزيشن يعني فبنكون حاجة اسمها البوليميريك بسسايدز أو طريقة بلمرة المبيدات ولما بجعمل بوليمريزيشن أو البولمرة يعني أعمل جزائيات مركبة من الاتنين هنا يأما بستخدم روابط ايونية بونز يأما بستخدم روابط تعاونية اللي بسميها الكوفلينت بونز الموجودة عندي دي looked at the results اما اجمع بيها المبيدات في المادة الحملة بتاعتي واعمل بلمرة للمبيدات بسميه بوليمريك طبعا زي ما هو واضحة كدا الهدف كله اني انا عاوز احمل المادة الفعالة بتاعتي عن المدة حملة في حيث يكون معدل الانطلاق بتاعها بطيء زي ما قلت لحضراتكم من شوية الطريقة التالتة هي طريقة استخدام مواد مسامية او لها خاصية المسامية اللي بنسميها الفورس ماتيريالز في الحال دي قدر اجيب مواد بلاستيكية بلاستيك او مواد فايبرز الياف او مواد رابر يعني مططية اللي بنسميه الفورس بلاستيك والهولو فايبرز والفوم رابر دول بنقدر نستخدمهم عشان المبيد بيبقى متخلل خلال هذه المواد البلاستيكية او الليفية او المططية لان بيبقى جواها مسام معينة بتبقى بورس او هولو فيها تجويف او فوم زي الفوم اللي احنا عارفينه بصفة عامل طيب يبقى دي طريقة ايه طريقة المسام او الطريقة المسامية بعد كده في حاجة اسمها المدمجات او وهنا بيبقى ايه اللي حاصل بيقى فيها عندي ديكسترينات حلقية او لسايكلك ديكسترينز واليورية دول بيبقى فيهم فراغات اقدر ادمج جوه هذه الفراغات المبيدات اللي انا عاوز اعملها كنوع من الخلط المادة الفعالة بالمادة الحملة زي ما قلت لحضراتكم دي كانت التقنية الرابعة اللي اقدر اعمل بها الكلام ده طيب في بعد كده تكنيك تاني او تقنية تقنية دي اعتقد دي تبقى رقم خمسة هتبقى المود مصات او الabsorptive A carriers دي عبارة عن مواد حملة بس هذه المواد الحملة عتاخد المبيد ازاي عتاخده على سطحها عن طريق عملية الabsorption او عملية لدمصاص عشان كان نسمي المواد دي مواد مود مصة او adsorbers وتخلي بالنا الفرق بين الabsorption اللي هو الدمصاص والابزوربشن اللي هو الامتصاص عارفين دايما زي ما تعلمنا قبل كده ان الابزوربشن او الدمصاص بيبقى على سطح المادة اما الابزوربشن في يكون الابزوربشن او اكثر اختراقا داخل المادة الممتصصة بتاعتي فدي برضو تقنية رقم خمسة اللي بنستخدمها فيه كتقنية من تقنيات الانسياب المحكوم عندي رقم ستة حاجة بنسميها البرو بيستسايدز البرو بيستسايدز هنا بحط جوه المادة الحملة المبيد بتاعي ولكن هذه المادة اللي هي المبيد او المادة الفعالة لا تنسب منها الجواهر الفعالة الا تحت ظروف محددة يعني هنا كده انا المبيد موجود جوه لكنه تقريبا يعني مش اكتف اللي يقدروا على في صورة الان اكتف بنسميه برو بيستسايدز كأنه بيستسايد بادئ يعني تحت ظروف معينة باية من حرارة بياتش رطوبة الاخره تبتدي تتولد منه الجواهر الفعالة او المبيدات اللي اعتبق اكتف ايه اكتف انجريدينت فدي بنسميها مولدات المبيدات او برو بيستسايدز دي كانت التقنية السادسة في الشغلاء دي طيب فيه بعد كده الاسموزز او السمواتيك بامبس بسموها المضخات الاسموزية ايه الموضوع هنا بيقول لي هنا ان المبيدات بتغلف بغشاء شبه منفذ يسمح بنفاذ الماء الى داخل وحوصلة يعني هنا كأن المبيد عامل انا حوصلة ازي الفاكيول كده او الكابسولة هذه الكابسولة بيبقى مغلف المبيد بغشاء شبه منفذ يعني سمي بيرميبل منبرين احنا عارفين ان احنا عندنا فيه تلات انواع من الاغشية غشاء بينفذ كل حاجة بيسميه بيرميبل منبرين منفذ يعني وغشاء تاني يعيبقى غير منفذ بالمرة وبعدين فيه في النص عندي غشاء بيسميه غشاء شبه منفذ او سمي بيرميبل منبرين الغشاء شبه منفذ عادة بيسمح بنفاذ حاجات وحاجات لا او يسمح بنفاذ الحاجات في ظروف معينة وفي ظروف تانية ما يسمحش بنفاذ هذه المواد فانا بقول تغلف المبيدات بغشاء شبه منفذ سمي بيرميبل منبرين يسمح بنفاذ الماء الى داخل وحوصلة لما الماء تدخل داخل حوصلة بالخاصية الأسموزية برضو يخرج المبيد يحصل له العكس الى الخارج بالخاصية الأسموزية انا عارفين كده لو انا عند مبيد جوه حوصلة الحوصلة دي محاطة بغشاء شبه منفذ فممكن لو تعرض للرطوبة او للماء الماء تدخل عكس التركيز عكس تركيز المادة الفعالة يعني فتدخل الى داخل الحوصلة عشان يحصل نوع من التعادل اللي يحصل كمية من المبيد اللي جوه الحوصلة تخرج بره بالخاصية الأسموزية زي ما درسنا قبل كده عن موضوع الاسمواتيك تريشر او الاسمواتيك بومبس اللي هي المضخات الأسموزية كده لو بس حاولنا نبص كده على حوصلة او كابسولة من الحاجات اللي بنتكلم عنها زي البيستساة كابسولز اللي هي المايكرو انكابسوليشن او تكنيك الكابسلة او الحوصلات الدقيقة فممكن نمثلها بالشكل قدام لو تخيالت ان انا عندي ده عبارة عن شكل حوصلة جدلا سواء كان شكلها بيضاوي او كروي يعني او استواني او غيره فاتخالي ان انا عندي ده الكور اللي هو القلب بتاع الحوصلة اللي هيبقى فيه المادة الفعالة موجودة هنا وده عبارة عن وول كده اللي ممكن يبقى سيمي برميبل منبرين او غيره اوكي؟ طب ايه المفروض يحصل؟ المفروض ان ينطلق المبيد من الداخل الى الخارج عند الحاجة بس ما يخرجش من داخل الحوصلة بر غير الكمية اللي انا محتاجها للمكافحة القافة وبعد الكمية دي ما تخرج واحتاج كمية تاني لمكافحة القافة يبتدي تخرج ايه كمية جديدة وهكذا اذا لا يخرج او لا ينطلق من داخل الحوصلة الى خارجها اي كمية من المبيد الا عند الحاجة وهو عند نفاذ الكمية اللي خارجت قبل كده لو فكرنا نبص على الشريحة دي بطريقة لطيفة عنشوفها بالشكل ده ايه اللي ترى ممكن يحصل عندي هنا ادي زي ما مريني هنا بقول لي الكابسولة دي عبارة عن هنا الكور وفي ده عبارة عن الول بتاعها بيقول لي الكابسولات دي ممكن تبقى كابسولة مايكرو كابسولز يعني كابسولة دقيقة ودي بنقسها بالمايكرو عندي هنا تبقى محسوبة بالمايكرو هنا هتلاقي الماكرو هتلاقي هنا لزان الف مايكرو میتر لزان الف اي مايكرو میتر طيب لكن نقص هنا على القطر بتاع القطر بتاع اقل من 1000 ايه من 1000 مايكرو ميتر. الماكرو كابسولز. او هي كابسولات الاكبر شوية تبقى اكبر من ايه اكبر من الالف ايه brakes motorrad style. ايه يبقى دي بنسميها المايكرو كابسولز. ايه بنسميها الكابسول. او ماكرو كابسولز. ايه The Macije وديك هو الماكرو كابسولز. اناً لديك قطرها اقل من 1000 ماكرو متر. دي قطرها اكبر من 1000 ماكرو متر. انا بробع term Crazy ايه اللي عيحصل لو حاصل ريليس زي ما قلت لحضراتكو من الكابسولة اللي عندنا دي. قبل ما نشوف او او خلينا نشوف كده ايه اللي عيحصل عندي هنا. قلنا كده ان ممكن الكابسولات ديت واحنا بنحضرها بتتحضر بطريقة كيميكال او فيزيكال او ميكانيكا. لما يجي انساب بقى المبيد من الكابسولة اللي حصلت عم بص على الشكل اللي عندي ده. يعني اول يعني هاي قولنا ايه السبب اللي ممكن يخلي المبيد يبتدي يخرج او يحصل له امطلاق. والله ياما باسباب كيميائية. اوكي وده ممكن يتم في البيئة. باي مكون مكونات البيئة. ياما يتم فيزيكال ايه بظاهرة فيزيائية طبيعية. ياما بطريقة ايه ميكانيكا. ياما بطريقة ايه ميكانيكا. طب دعا نشوف كده بوريني هنا شكل كده لطيف بوريني الديفيوجن ميكانيزمز او ازاي يقدر ينطلق المبيد من الكابسولة الى الخارج. لو بصينا كده على الانيميشن اللي احنا عاملينه ده. هلاقي كده ان ادي عندي هنا الكمية داخل الكابسولة. هي المبيد بيبتدي ينطلق للخارج. ادي مبيد خرج. الكمية اللي بعدها عتبتدي تخرج. وبتكون دي خلاص فيد دواي يعني اختفت. عشان يخرج كمية جديدة زي ما نشايف هنا. الكيمية دي تكون قريدي اختفت. فالمبيد ما بينطلقش اللي عند الحاجة اليه او عند نفاد الكمية اللي كانت موجودة في البيئة عندي اختفت من هنا. وكذلك في الشكل. ده شكل بس كده سيميليشن او توضيحي. نظري كده كيف يتم انطلاق او انسياب المبيد من داخل الكابسولات. وباللاحظ ان لا تخرج كمية جديدة من المبيد الى خارج الكابسولة. الا ازا تم اختفاء الكمية اللي موجودة او ازا كانت على وشك الاختفاء من البيئة. عشان يبقى المبيد بتاع يعني الافة متعرضة ليه. وفي نفس الوقت بحصلش او تراكم للمبيد داخل ايه? البيئة بتاعتي. وزا نلاحظ هنا ان دي كانت لونها احمر لان كانت مبيد في كمية كبيرة داخل الكابسولة. لما كمية تقريبا كلها نفدت وخرجت برا. ايه اللي حصل اللي بقى لونها اختلف شوية? بقى اورنج كده معناها ان التركيز داخل الكابسولة اختفى او تقريبا ايه? اقل الى حد كبير. دي طريقة الانسياب المبيد من الكابسولة اللي بنسميها الديفيوجين ميكانيز. نجي بعد كده نتكلم من اولا. ده ممكن يحصل زي ما قلنا. اما بقى بقى دفيوجين اللي احنا مسلناه دهوقتي اما بقى ديجريديشن. ديجريديشن يعني يحصل نوع من التحطم للكابسولة بعوامل زي ما قلنا فيزيائية او عوامل ميكانيكية او عوامل اخرى في البيئة تعمل ديجريديشن للكابسولة وبالتالي يبتدي المبيد ينطلق. لكن برضو لانه هو او مخلوط مع المادة الحملة بطريقة معينة اللي هي الطرق اللي قلناها قبل كده. فهو ما بيخرجش دفعة واحدة لكن بيخرج على دفعات. هزي الدفعات بنسميها او انسياب نقدر نتحكم فيه. اه وبالتالي من لوس البيئة وتبقى القافة معرضة طول الوقت لعملية للمبيد بتاعه. طيب هنا العوامل اللي ممكن تأثر في انسياب المبيد هي العوامل المحيطة فيه في البيئة. على سبيل المثال ممكن يكون عند عوامل فيزيائية زي اه درجة الحرارة زي الرطوبة زي الايفل حتى الرياح الاخره. ممكن يكون عند عوامل كيميائية اه زي مثلا ساي درجة البي اتش في الطربة زي بعض التفعولات الكيميائية اللي ممكن تحصل في السويل او غيره او في المية. علاوة على العوامل البيولوجية اللي زي الماكرو او او الكائنات الدقيقة وغيرها اللي ممكن تأثر في عمية الانطلاق. ازا العوامل المؤثرة في انسياب المبيد من الكابسولات ممكن تكون عوامل فيزيائية فيزيكال فاكتورز او ممكن تكون عوامل كيميائية كيميكال فاكتورز او عوامل بيولوجية بيولوجيكال فاكتورز وعلى رأسها ما يتقوم به الكائلات الدقيقة اللي موجودة في السويل زي ما قلت لحضراتكم. طيب هني نجي ناخد بقى او ننقل لجزء تاني ازاي بيتم الانسياب المبيد من الكابسولة احنا قلنا ايه العوامل بتأثر عاوزناها في دوقتي ازاي بيتم عوامل الانسياب. بيقول لي في عندي هنا حاجة اسمها الكنترولينج ريزرفوار. الكنترولينج ريزرفوار سواء في حالة الكابسولات او الماكرو كابسولات اللي احنا اتكلمنا عنها في الجزء ده. بيقول لي في مركب او مستحضر كده سوري مستحضر اسمه البيين كاب ام. البيين كاب ام ده عبارة عن مركب زي ما شايف ده رمز الكيميائي بتاعه هو. عند او مسال او مسال بي اس او ده مركب فوسفوري. اوكي وعندي هنا مجموعة الناترو. البيين كاب ام ده تقدروا تخش على الناتو وتشوفوا المركب ده بيستخدم ضد ايه. المركب ده عبارة عن مبيد اورجانو فوسفروس بس معمول في صورة ماكرو انكابسوليتد سسبنشن يعني هو عبارة عن معلق لكن في صورة ايه في صورة حوالي صلات دقيقة. وده مبيد حشري. من قولنا العيلة بتاعته الكيميائية اورجانو فوسفروس. وده بنستخدمه عشان نعمل كنترول وايد رينج او مدى واسع جدا من الافات الحشرية سواء اللي هي او الساكنج اللي هي الماصة في الخضار وفي القهوة او البن وكمان في الزهور. مركب ده في مبيد ايه الوجانو فوسفروس بتاعي هو الميزي الباراثين وفيين الميزي الباراثين ده مركب الميزيreating او ميزيل او ميزيلي وده عندي الناترو بتاعته المركب ميزياط البراثين مركب قديم لكن الجديد في الموضوع انهisol معمولة على هاية بقية على هاية مايكرو انكابسوليتد سسبنشن. مايكرو انكابسوليتد اسمه ايه اسمه بينكاب ام وتقدر영 تخش عال paddy تدوروا عليه وتقرؤوا عنه اكتر واكتر هنا بيتم الانسيابة عن طريق ما يسمى بالcontrolling reservoir او المستودعات اللي بتتحكم في عملية ايه عملية الانطلاق عندي بعد كده في حاجة اسمها ال non controlling reservoir ال non controlling reservoir هنا اللي هي كانت ال porous materials او المواد المسامية اللي كنا بنستخدمها هناك في التحضير فهنا دي عتب عبارة عن hollow fibers او porous materials او forms زي ما قولت ومن ضمن الحاجات دي اه 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 سكس فرمونز او فرمون جنسي بتاع حشرات اسمه اجوسبلور اجوسبلور ده بنقدر نحمل هذا الفرمون على مواد مسامية زي ال hollow fibers والporous material والفرمونز وبعد يحصل اه 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 او انطلاق بطيء للفرمون عشان يجذب الحشرات ده طبعا من استخدامها في المصايد بتاع المصايد الفرمونية في عملية المكافحة المتكملة للافات او الحشرات عاوز تقر اكتر بعد تقدر ترجع لي reference ده عشان تشوف الموضوع بتاعنا اه ايه كمان عندي ده الرمز بتاع المركب بتاعنا وعندي كمان بقى المونوليثيك فاكرين المونوليثيك structure هنا بيقول لي ان ممكن يبقى non readable او readable او degradable الصور بتاعته وده عبارة عن كده او ستريبات اه شرايح بنقدر نعمل نحط فيها برضو مركب قديم اسمه والدايكولوروفوس مبيت حشري مشهور وقديم لكن الجديد هنا ان احنا بنستخدمه ايه بنستخدمه في مسلا مكافحة الزباب بنستخدمه في صورة ايه زي ما قولنا من شوية المستحضر ده اسمه ده بيحتوي على مركب ايه والتكنيك اللي بيطلع بي او طريقة الانسياب هي المونوليثيك ايه تقدروا تخش برضو وتشوفوا لي المركب ده ايه يحكى النوب بس اللي بنقدر عبارة عن شريحة كده عليها المادة بتاعت مايكرو انكابسوليتد بس سايد اللي هو بتحتوي على مبيد ده كولوروفوس زي ما اكتبلي هنا بقول لي this is a testing operation ده عملية اختبار في الى اخره دي عملية اختبار للمركب في احد المناطق وشايفين ادقيه المركب فعال جابلي الكل موت لكل الحشرات الزبابة بتاعتنا اللي هي الهاوس فلاي اللي موجودة عندنا برضو عاوز تعرف معلومات اكتر تقدر تدخل على الرابط ده وتشوف ايه الموضوع بتاعنا نشوف الطريقة الرابعة للانسياب المبيد اللي هي laminated structure اللي بنسميها التركيبات الصفائحية وده عندي مركب برضو اسمه او مركب عبارة عن مخلوط من فرمون اسمه البربلانون بربلانون ده بتاع عشان بربلتة يمكن بتاع نوع السراصير يعني بربلانون ده عبارة عن فرمون حشري عشان يجذب السراصير وفي نفس الوقت احط معه معه او على هيئة مخلوط يعني احط معه او احط معه او احط معه او مبيد حشري عشان انا اقدر اكافح به ايه الامريكان كوكروتش اللي هو السرصير الى امريكا على سبيل المثال يبقى ده مستحضر فعال جدا ضد السراصير بس محطوط في صورة حاجة اسمها laminated structure يعني ده صورة المستحضر بتاعي اللي هو المستحضر بطيء الايه بطيء اه المفاول عندي دي دي صورة بتاعت المركب بتاعي واحنا كده تقريبا اه خلصنا طرق الانسياب الاربعة بشكل كون خدنا فكرة كبيرة عن موضوع المستحضرات بطيء الانطلاق اللي سمناها او او اللي بنقدر نتحكم في انطلاقها خدنا فكرة ايه الاساس النظر بتاعها ايه الفرق بينها وبين المركبات التقليدية ازاي بنقدر نحضرها بطرق مختلفة وفي نفس الوقت ازاي بيتم انطلاق المبيد منها واخدنا كمان اهم الامثلة عليها الموضوع الجميل وشيق ولسه زي ما قلنا تكنولوجي CRP او CR عموما الشغالة في مجالات كتيرة اللي عددناها في اول المحاضرة بتاعتنا نحتاج منكم جهد اكتر ان كم تخشوا تذاكروا وتستزيدوا من المعلومات اونلاين اعطيتكم بعض بعض اليوريالز او المواقع تقدر ترجعوا لها لغاية ما اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاي اتمنى لكم اه كل خير واي اسئلة او كومنس اقدروا تعملوها كومنس على القناة بتاعتنا تحت المحاضرة بتاعتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة